لا نية لدى واشنطن لإنشاء قوة حدودية في سوريا ونتفهم مخاوف تركيا فيما يتعلق بأمنها القومية موقف أمريكي بدأ متراجعاً عما أعلنه قبل أيام التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن من تشكيل قوة على الحدود السورية مع تركيا والعراق بقيادة ميليشيا سوريا الديموقراطية الموقف الجديد لواشنطن بدأ كذلك محاولة لإثناء أنقرة عن البدء بعملية عسكرية جديدة ضد الميليشيات الكردية في الشمال السوري لا سيما بعد بيانين تركيين غاضبين سبقا كلمة وزير الخارجية الأمريكي ريكستيلرسون بنحو ساعة واحدة فقط فرئيس التركي رجب طيب أردوان ترأس اجتماعين منفصلين لمجلسي الأمن القومي والوزراء ليخرج بعدهما بيانان يؤكدان على أن أنقرة لن تسمح بتشكيل جيش ممن تراهم إرهابيين أو إيجاد ممر لهم على حدودها كما شدد رئيس الوزراء بن علي يلدرم على أن عزم الحكومة التركية واضح إزاء حماية أمن حدودها وسلامة أرواح وممتلكات شعبها مؤكدا أن الإدارة الأمريكية أصدرت مؤخرا بيانات متناقضة تدل على الارتباك الذهني التصريحات التركية شديدة اللهجة ضد الولايات المتحدة دفعت بعض المحللين إلى القول أن أنقرة تبدو عازمة على مواصلة الضغط على واشنطن إلى أبعد مدى فيما يخص الملف الكردي لأن البديل لديها قد يمثل خسارة سياسية كبيرة عبر اللجوء إلى الانخراط في التحالف المضاد لواشنطن ممثلا في روسيا وإيران بما قد يؤدي ضمنا إلى نوع من التحالف مع نظام الأسد أو على الأقل إحداث تغيير في السياسة التركية إزاءه غير أن تواصل الاستعدادات التركية لمعركة ضد الميليشيات الكردية في إفرين ومنبج من شأنه إثارة التساؤل بشأن احتمالات حدوث مواجهة مباشرة بين القوات التركية وتلك الأمريكية التي تنتشر في مناطق سيطرة الميليشيات الكردية احتمالات قد تنفيها أو تؤكدها الأيام القادمة